امتحان باكالوريا في مادة التاريخ والجغرافيا بارد دورة 2014 الشعب العلمي الموضوع الأول مع التصحيح التاريخ الجزء الأول ستة نقاط وقد تمثل الهدف الرئيسي لحلف وارسو في مواجهة سياسة الاحتواء التي اتبعها الغرب وقد مثلت الديولوجيا المارسية الريباط الذي نجح الصوفيات من خلاله في فرض سيطرتهم على دول أوروبا الشرقية المرجع التاريخ الدبلوماسي العلاقات السياسية بين القوى الكبرى 1815 إلى غاية 1991 ميلادي الدورتور ممدوح منصور صفحة 268 أولا اشرح ما تحتاجه خط في النص ثانيا عرف بالشخصيات التالية هاريت رومان ميخايل دورباتشوف العربي بن مهيدي ثالثا أكمل الجدول التالي التاريخ التاسي نظمبر 1989 ميلادي الحدث تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التاريخ السابع 10 أكتوبر 1961 ميلادي الحدث مشروع مارشال الجزء الثاني أربعة نقاط انعقد مؤتمر الصومان في 20 أود 1956 ميلادي بعد أن حططت الثورة الجزائرية انتصارات أسكرية وسياسية وواجهت تحديات مصيرية المطلوب انطلاقا من الفطى واعتمادا على ما درست ارتب مقالا تاريخيا تبين فيه أولا دوافع نعطاد مؤتمر الصومان ثانيا أهم القرارات التي خرج بها المؤتمر الجغرافيا الجزء الأول ستة نقاط السكان هم الذين يبنون القوة الارتصادية للبلاد سواء توفرت أم لم تتوفر الثروات الطبيعية فارتصاد البلد يرتبط أساسا بتقنيات الإنتاج ورأس المال وفعالية نظام التوازن الاجتماعي لتحقيق التنمية المرجع المرتب المدرسي صفحة 45 أولا اشرح ما تحتوي خط في النص ثانيا إليت جدولا يمثل نسب صادرات وواردات الاتحاد الأوروبي من مختلف المواد لسنة 2009 ألف مثل نسب الجدول بدايرتين نسبيتين مقياس الرسم نصف القطر 4 سنتيمتر با علق على الرسم الجزء الثاني أربعة نقاط تعتبر منطقة شرق وجنوب شرق أسيا فضاء وقوة ديمغرافية وارتصادية كبيرة تم فيها تنظيم شبكة كبرى للمبادلات التجارية على المستوى العالمي المطلوب انطلاقا من الفطة واعتمادا على ما درست ارتب مقالا جغرافيا تبين فيه أولا العوامل الطبيعية التي ساهمت في تطور ارتصاد المنطقة ثانيا مكانة المنطقة في الارتصاد العالمي نتطرق الآن للإيجابة النموذجية أي الحل التاريخ الجزء الأول ستة نقاط أولا شرح المصطلحات حلف وارسو تتتل عسكري شرقي تأسس في الرابع عشر مايه وتسعمائة وخمسة وخمسون ميلادي مطره وارسو يهدف إلى مواجهة الأحلاف الغربية والدفاع المشتر ضد أي هجوم عسكري محتمل على الدول العضاء سياسة الاحتواء تقوم هذه السياسة على فتات إنشاء سلسلة من الأحلاف والتواعد الأسكرية بهدف تطويق الاتحاد الصفياتي ومنع انتشار إيديوروجيته إلى الدول المجاورة والسائر مناطق العالم الإيديوروجية مذهب فتي وعطائد وسياسي كانت سبب الصيراء بين الشرط الشيوعي والغرب الرأسمالي أساسها التعارض بين فتياتين ويستعان في نشره على الإتراه والترغيب ثانيا التعارض بالشخصية هاريت رومان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية من 1945 إلى 1953 ميلادي نطل العالم من الحرب الساخنة إلى الحرب الباردة صاحب مبدأ عرف بإسمه شجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وأول من اعترف بقيام دولة إسرائيل ميخايل دورباتشوف رئيس الاتحاد الصوفياتي من 1985 إلى غاية 1991 ميلادي اشتهر بإصلاحات البيرو سترويتا والتلاس نوست يعتبر عند الغرب الصانع الحقيقي لسياسة الوفاق الدولي وقال عديد من الاتفاقيات التي أدت إلى إنهاء الحرب الباردة العربي بن مهدي مجاهد وشهيد جزائر ناضل في حزب الشاب وحركة الانتصار عضو المنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل ومجموعة الاثنان والعشرون ولجنة الستة أحد مفجري الثورة طائد الولايات الخامسة استشهد بالسجن تحت التعذيب يوم الثالث مارس 1957 ميلادي ثالثا إتمال الجدول التاريخ التاسي نوفمبر 1989 ميلادي تحتيم جدار بلين التاسي عشر سبتمبر 1958 ميلادي تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية السابع عشر أورتوبر 1961 ميلادي مظاهرات العمال الجزائريين المهاجرين بفرنسا الخامسة جوان 1947 ميلادي مشروع مارشال الجزء الثاني أربعة نقاط المقدمة مؤتمر الصمام بين نجاحات الثورة العسكرية والسياسية وضرورة التنظيم العرض أولا دوافع انعقاد مؤتمر الصمام تقييم المرحلة السابقة للثورة الحاجة إلى التنظيم والتخطيط المستقبلي للثورة تأتيد وضمان استمرارية الثورة حتى النصر بناء وتأسيس الهيئة والمؤسسات المنظمة للعمل الثوري اقتناء المترددين بالالتحاق بصفوف الثورة اعطاء الصدى الخارج للثورة ثانيا أهم القرارات التي خرج بها المؤتمر تأسيس المجلس الوطني للثورة 34 عوض إنشاء لجنة التنسيق والتنفيذ ترسيم الجزائر إلى 6 ولايات حربية إقرار مبدأ القيادة الجماعية للثورة أولوية الداخل على الخائج والسياسي على العسكري تدويل القضية الجزائرية الخاتمة نجاح مؤتمر الصمام وانتصال للثورة وبداية تحقيق أهدافها ملاحظة تقبل الإجابات الصحيحة الأخرى الجغرافيا الجزء الأول ستة نقاط أولا شرح المصطلحات الثروات الطبيعية هي جميع الثروات السطحية والباطنية مثل المعادن والبترول والتربة والغابات التي تنمو وتتشكل بتاثير العوامل الطبيعية وبشرط القائد دون تدخل الإنسان فيها ويمكن أن تتحول إلى الثروة فعلية بأي صورة من الصور إما على هيئة سلة أو خدمات أو غيرها رأس المال هي الموارد المختلفة التي يمكن استخدامها في العملية الإنتاجية لغرض تحسين إنتاجية العمل وتحقيق الربح التنمية هي قدرة المجتمع الإنتاجية لتحقيق وتحسين مستوى معيشة أفراده بالاستغلال الأمثل للإمتعانات الطبيعية والمادية والبشرية ثانيا الرسم البياني الإنجاز الضائرة النسبية للصادرات والضائرة النسبية للواردات العنوان والمقياس ثالثا التعليق تنوع المبادلات التجارية للاتحاد الأوروبي مواد غذائية مواد أولية طاقة ارتفاع وارداته من الطاقة 24.2% هذا يدل على التبعية ارتفاع مبادلاته التجارية من وسائل النقل طلت مبادلاته التجارية من المواد الغذائية والأولية مقارنة بالمواد الأخرى الجزء الثاني أربعة نقاط المقدمة أهمية العوامل الطبيعية في تطور منطقة شرق وجنوب شرق آسيا أولا العوامل الطبيعية التي ساهمت في تطور اقتصاد المنطقة الطبيع الجزيري وشبه الجزيري بالإضافة إلى طول السواحل التعاريج والمذايط الساحلية التي سمحت بإطامة الموانئ الهمة وفرت بعض الخامات المعدنية والفلاحية تنوع المناخ الذي سمح بتنوع المحاصيل الزراعية اتساع الشبكة النهرية الإطلال على المسطحات المائية المحيط الهادي والهندي ثانيا مكانة المنطقة في الاقتصاد العالمي تزايد الدخل القومي للمنطقة سبعة آلاف مليار دولار المساهمة المتزايدة في التجارة العالمية بنسبة 25% ضخامة الإنتاج وتنوعه تعد أهم منطقة للاستثمار أجنبي قوتها المالية بضخامة بورصاتها العالمية بورصة تورتيو ثانية أقوى بورصة عالميا غزو الأسواق العالمية بمنتجات تنافسية تزايد حجم استثماراتها في الخارج خاصة في مجال الثروات الطبيعية الخاتمة منطقة شرق وجنوب شرق أسيا قوة ارتصادية عالمية ملاحظة تقبل الإجابات الصحيحة الأخرى دائرة نسبية تمثل صادرات الاتحاد الأوروبي من مختلف المواد لسنة 2009 بالتوفيق لجميع طلبة البكالوريا اللهم يجعلني نورا في طلبي ونورا في نظري ونورا في سمعي ونورا في لساني ونورا في بصري ونورا في بدني ونورا في روحي ونورا في وجهي ونورا في شعري اللهم يجعلني نورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد